مثل المعقم عندما البدن يصاب بجرح فتهجم عليه الجراثيم والويروسات والميكروبات مطهر أكوه معقم الذنوب أيضا يطهرها ماذا؟ الاستغفار من جهة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماع عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار مطهر شلون واحد مذنب عشرين سنة يقول أستغفر الله بس على الندم حقيقي يطهر ذلك نعم شنو الإشكال في ذلك؟ كما أن الاستغفار لا إشكال فيه في أنه مطهر ومزكين ومعقم ويرفع درجة الإنسان كذلك حب الزهراء عليها السلام بر الزهراء عليها السلام